موسيقى نحاول ونعمل التلخيص مع التلخيص خاطر الأزمة الليبية أزمة انتدت على عشرة سنوات وفيها برشة تعقيدات في العشرة سنوات الليخينين الليبية عادت بتلاثة حروب أهلية الحرب الأولى هي ميارة بثورة اللي بيها في 2011 الحرب الثانية هي الحرب اللي صارت ببنية 2014 و2017 وعندها زوزة سبب كبار تنزع في الشرعية السياسية ودستورية ببنية أجسام السياسية يعني حكومات وزوز حكومات وزوز برلانة متوازين وكذلك عدم قدرة الأجسام السياسية هذه أنها تسيطر على الميليشيات وتوحدها في جيش وطني مواحد حرب هذه زيادة أفرزت قيام عمليتين عسكريتين وين الميليشيات تجمعت في الشرق عمليات كرامة وعندها امتدت في الغرب بقيادة المشير خليفة حفتر وفي الغرب قيام عمليات فجر ليبيا وسيطرتها على ترابلس وأجزاء كبيرة من الغرب الليبي وين يقتنون أكثر من نصف الليبيين ما بين 2016 ستكشي ل2019 وصلت عمليات الكرامة محاولة سيطرتها على عديد من مناطب في ليبيا ولكن يوم 5 أبريل 2019 هجمت عمليات الكرامة مدينة ترابلس كما تعرفوا ومن وقتها اندلعت الحرب الأهلية الليبيية الثالثة اللي الآن حظت أكثر من ألف قتيل ومئة ألف مهشر هم الآن مزي متى أمامهم زوز سرديات للحكومات المتصارعة والتشكيلات العسكرية المتصارعة من ناحية عمليات الكرامة عندها سردية متع توفير الاستقرار اللي كانت عليها ليبيا وتطهير ليبيا من المجموعات الإسلامية المتشدة لكن مريدها يقولوا هذا مش صحيح مهي بسوفر الاستقرار هي تحب تستحوذ على عائدات نفطية الليبيين وهذا أهم عنصر بالنسبة للليبيين وأنها تحب تستحوذ على الثروة وما تقسمها بطريقة عادلة في حين السردية الثانية هي سردية حكومة الوفاق التي تقول أنها سوفر الدولة المدنية وأنها سوفر بطريقة عادلة للعائدات النفطية للدولة الليبية لكن مريدها يقولوا أن هذه حكومة وفاق هاش حينما تنفذ المصالح المختلفة التشكيلات التي شكلت حكومة الوفاق هذية التي تبثقت على اتفاق الصخيرات وهي حكومة عندها شرعية دولية لكن لا يوجد شرعية وطنية بمأنه اتفاق الصخيرات كان ينص على أن البرلمين الليبي هو الذي صادق على الحكومة هذية وهذا ما تمش بضغط من عملية كرامة نفسها تدخل التركي كان موجود بطريقة غير رسمية في 2011 وفي 2014 و2016 وليوم عش الحدث هذا أصبح عنده أهمية لأنه أصبح تدخل رسمي وعلني واتفاق ما بين حكومة الوفاق والدولة التركية نرجع لك الأسباب عميقة تاريخية فالدولة العثمانية والمبراطورية العثمانية سيطرت على ليبيا لمدة أكثر من ثلاث قرون وستوطنوا كثير من الأتراك في مدن ليبيا يعني مثلا مدينة مسراطة أغلبهم عندهم وصول تركية وتركيا في 2011 كما قلت لك دعمة مدينة مسراطة غذل القذافي وفي أول دخول الامبراطورية العثمانية في 1550 ليبيا كان بستنجد من الليبيين أنفسهم لصد عدوان فرسين مالطا عليهم فثم نوع من التدخل يعني ثم نوع من التقارب تاريخي كبير السباب الثاني هو سباب اقتصادي تركيا هي ثاني دولة تورد منها ليبيا السلاع والخدمات بعض الصين بالنسبة للأسباب الجوستراتيجية كما تعرفوا في شرق المتوسط برشة غاز تم اكتشافه في البحر المتوسط ثم تكون منتدى غاز شرق المتوسط مبنية دولها يونان ومصر وإسرائيل وقبرص أقصاوا فيها تركيا فتركيا قامت باتفاق بحري مع ليبيا استغلت حاجة حكومة الوفاق الوطني لها وأمضات اتفاق لإعادة رسم خطوط بحرية يحافظ على مصالحها في استكشاف الغاز في المنطقة هذيكة ويرجحها على طولة المفاوضات مع المنتدى هذيك تداعيات الأمنية أولها أن تونس لا تتحول إلى صحة خلفية للصراع ما بين حكومة الوفاق وبرئيسة في السراج وعملات الكرامة بقيادة المشيرة خليفة حفتر وليزينا نعرفه اللي على قدمة تتقدم عمليات الكرامة في ترابلس على قدمة بالشي نجم يكون عدد أكبر من الناس حين وعلى قدمة يمكن أن تدفقهم أكثر من ثمانين ونصف ليبيا يقتنوا في العاصمة ترابلس إلى حدودنا وهذا ينجم بطبيعي تسبب في أزمة إنسانية وأزمة إغاثة ثم جهود كبيرة قالتكم فيها لأفريكا لراسد بقية العناصر متع تنظيم داعش اللي الآن في المنطقة الوسطى ببنية الفقهاء مدينة الفقهاء ومدينة السرت اللي خرجوا منها بعد عملية البنين المرسوسة في 2016 يعدون بقيت المنطقة الداخلية كما تريد المشترك الداخلية كما تريد المنطقة الداخلية من المشترك الأولى في السبري المنطقة الداخلية التي يتصب على عملية البنكي ثم يتحديد بطيب خاصة معناتها أن الأجهزة الأمنية الليبية في أغلب المدن الليبية ما تمركز مع الموضوع هذا وطولي الموضوع هذا اهتمام كبير بما أن تعاونها وشرعيتها مع الدول الأجنبية هذه النقطة الأساسية اللي عليش الدول الأجنبية تعاون فيها بالدعم اللوجيستي والفني من أجل تتبع العناصر هذية دخولهم التونس ديما ممكن لكن مش بالطريقة اللي مات في مخيلة العباد اللي في 2015 و2016 و2017 دور استثنائي إذا ما نتصورش لكن اللي نتصوره هو أنه يعني تونس نجم تأثر في مثلا اختيار المبعوث الخاص القادم للأمين العام في ليبيا بعد الأستاذ غسين سلامة وإلا أنها تنجم يعني تنجم تأثر على اختيار الخبراء اللي يراقبوا في مدى تطبيق ريزولوسيون بتاع حضر دخول السلاح إلى ليبيا لكن دور استثنائي لحقيقة العضاء الغير اللي لا ينجموش يقوموا بدور استثنائي التمسك بشرعية دولية لحكومة الوفاق نتأجو على المدى القصير والمتوسط ما نعرفوهاش لكن المتأكد أنه على المدى الطويل التمسك بشرعية دولية هو التخيار الأسلم على الأقل خاصة أنه حكومة الوفاق هي الحكومة اللي مازال باسطة نفوذها على معبر رأس جدير و الحدود متاعنا فنتصور تمشي سياسة خارجية لحد لأن يعني ما فيش نجموش أقول عليه حاجة كبيرة برجة بالنسبة المؤتمر برلين هو مؤتمر معمول خاصيساً لإعادة الدول الأوروبية إلى الواجهة بعد ما أن الواجهة في الأزمة الليبية بعد ما أن خفت دورها بصعود التدخل التركي والروسي في المنطقة عدم استدعاءنا للمشاركة فيها كترف فعل في الأزمة الليبية نتصور وإنا رسالة من دول الاتحاد الأوروبي لتونس بشتعلن إمتعاضها بطريقة غير مباشرة على السياسة الخارجية التونسية مؤخراً كما زيارة رجاب طيب إردوغان لتونس وكما زيارة رفضنا أن نقيموا يعني للمهاجرين الغير الشرعيين على أراضينا كذلك تجميد المفاوضات في الأليكاة يعني برشة أسباب خليت يمكن عدم استدعاءنا كرسالة غير مباشرة على عدم تماهي سياسة الخارجية التونسية مع السياسة الخارجية الأوروبية عدم استدعاءنا في الأخير ما هوش مشكلة لأنه مؤتمر برلين أغلب الخبراء ميراوش شنية النتائج الملموسة لي بش يخرج بها وأنه بش يكون يعني كما مؤتمر بيريز ومؤتمر سيسيليا في 2019 اللي خرجوا بخار الطريق وواحد لكن الأزمة والحرب تعاوى تنطلق من جديد يعني حتى إذا تفاهموا على وقف إطلق النار وإلا تفاهموا على خار الطريق فإنه تنشبه مؤكد أن الحرب اللي بيا ما زلت بش تتواصل وحت حد موقع ديشو فيه فيه آخر النفق وثامش كون يحكي حتى على السيناريو السومالي أزمة متمدة على عشرة سنين وخري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر